طيب رشيد يعني أنت فنان بالأصل أو نقدر نقول بالمقام الأول ممثل برضو على فكرة رشيد بغني فؤاد هاي شوف هاي راحت هاي ضربة معلم فؤاد رشيد فؤاد أي واحد بغني لازم يمسكه ببرنامج يعني مسلا ممكن يكون بيمثل بسميز بغني لازم يعني فرقة من يغني فرشيد بغني صوته كتير حل قداما كان لما الصبح يدخل فكنت أسمع صوت رشيد كتير حلو دندن بصوتك يلا بنياكل دندن شوي هاي سجأتوني فيها هاي سجأتوني فيها هاي سجأتوني لا أنا بعرف فؤاد كمان صوته حلو داما بدندن بس رشيد لسه ما بنعرف انه صوته يعني اكيد صوته دندن هيك عمارك أنا بقول انه صوته حلو ايه جاوبا لك؟ ما بعرف عصباح صوار خير بس اقول لكم اشي مش هذا كان سؤالي بس بقول لك فؤاد داما بوقف اللي بغني بيطلع كل المواهب بهالبرنامج بس يلا ما في ما في والله ما في اشي يعني يمكن لا ما كنت يجي الصبح شو كنت تغني والحلوة دي قامت تعجن بالفجرية وديك بيندن كوكو كوكو بالفجرية يلا بينا على باب الله يا صنعية يجعل صباحك صبح الخير يستعطية صباح الصباح فتح يا عليم والقب ما فيش في ولا ملي بهاي مظبوطة بس مع اخسر وارباح رح يصنل الموضوع مختلف عند الناس احنا ما قلنا المصاري عندنا بس ما قلنا نيالكم يعني في دنيا دنيا هيك كانت الأجواء طبعا أنا تيك الأجواء الصلاحية دامن لعنينا بس أنا كنت أسألك احزش السؤال أسألك عن تجربتك الإعلامية ببرنامج المسابقات يعني زي ما حكينا كنا مبارح أنه في أدعم نتحدث عن الشمولية والفنان الشامل فعليا رشيد فنان شامل نقدر نعتبرك انت مثلت برضو بتغني يعني لو على صعيد شخصي لحد ما لكن صوتك كتير حلو وبرضو على الصعيد الإعلامي أدمت برامج وأعد برامج وأعدت وكمان كان في عيلك دور بإعداد البرامج بألفين واثنين أنا بعرف أنك انت أدمت برنامج مسابقات عندك تجربة لو كانت قديمة يمكن طابعها أيضا قديمة أو تقليدي إلى حد ما هلأ جديد فكيف تشوف حالك مثلا ببرامج المسابقات مش عارف بدي أشوف حالي يعني هي فعلا بالألفين واثنين كانت تجربة يعني جديدة علي و اكتشفت فيها بعض الأدوات عندي يعني أنا عم بكتشف بحكي دائما أنه أنا بكتشف عندي أدوات لشيء ما معين أو بكون فيه نوع من التحدي يعني بفترة ما يعني روحت باتجاه الأخبار كنت أشوف هيك شوي المزعي الأخبار قول مش هيك لازم ينقرأ الخبر هيك لازم بس أنا مع يعني من بعيد عن بطلة لحد ما دخلت فعلا يعني استيديو الأخبار ودخلنا التجربة ونفس الإشي يعني البرامج الصباحية هون شوي اختلف لأنه السن اختلف زائد أنه يمكن صار فيه انطباع أنه يعني رشيد ما لحس شوي رزين حتى على مستوى التمثيل يعني مبلعبش أنا مثلا أدوار كوميدية يعني دائما هيك فيه دور هيك صلد يعني بكون بس المعادلة كانت برضو معادلة زكية يعني من إدارة رؤية أنه يكون فيه رشيد ويكون فيه نديم ودروزة وهيك الميزان هذا الكونترست يعني هلأ هون احنا فاهمين أنه الأسئلة مش أسئلة جدية مش عم نسأل نحنا سؤال عميق يعني ولا علوم يعني وبرضو برضو كمان أنا عندي ملاحظة على البرامج المسابقات اللي بتطرح أسئلة معلوماتية يعني في أي سنة كذا مش مهم في أي سنة بس هو مهم المضمون يعني مش مهم من كتب والله الحب في زمن الكوليرا بس هل قرأت الحب في زمن الكوليرا يعني هذا الأهم يعني مش دائما كمان المسابقات المعلوماتية مهمة هون لأنه الأسئلة هيك يعني بديش أحكي شعبوية بس يعني تبع التصرفات الناس سلوكيات الناس وللأفضلية يعني مبنية فرح يكون لستايل شوي مختلف يعني نعم وبوجود الشباب ما بقدر إلا ما يعني أنا أدخل شوي على بس يبدو أنا صورت فاهم كيف بنلعب مع بعض يعني هن استشارتهم رح تكون بالنسبة لإلي كوميديا لا هلأ أنا هيك بتصور فرح أتعامل معها بنوع من الجدية التامية أنه فعلا يعني استشارة كانت عميقة شو وين وصنوك وبالعكس يمكن يأخذوك كمان للمربع الكوميدي الإعلامي والفنان رشيد ملحس نشكر حضورك اليوم لحلوة يا دنيا إحنا على موعد مع إخسر واربح برنامج المسابقات العائلية رح يكون ابتداء من 15 تنين إن شاء الله في كل خميس ضمن سهرة خميس الساعة 8 ونص اشتركوا في القناة